في الإصلاح الأستاذ أحمد الشاوش أكد أن تحديد موقع المرأة في دوائر الحوار الوطني يمثل تحديا أساسيا يواجه عملية إنجاح الحوار الوطني والوصول به إلى مستويات متقدمة متسائلا كيف يمكننا إجراء حوار وطني شامل دون إشراك حقيقي وفاعل للمرأة في جميع اللجان المتعلقة بمؤتمر الحوار وما بعده كما أكد أن الإصلاح كان ولا يزال وسيظل مع الحوار مشيرا إلى أن الحوار هو الوسيلة المثلة لحل المشاكل وكافة القضايا وبوابة العبور نحو المستقبل لليمن الواعد والمشرق مؤكدا أن الحوار سيخرج بنتائج ترضي كل اليمنيين بعيدا عن لغة الإقصاء والتهميش والتمايز المناطقي والمذهبي